مين يتحمل مسؤولية خروج منتخبنا الوطني من بطولة الامة وفرقيا في دور الستاشرة؟ حازم امام مش عايزة يعني لا 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 بقى لاجل النبي يعني سيبنا اتكلم لا لا مين اللي اختار المدرب بقيت مع بقى افرق؟ ما تنفذناش من اولها بقى مين اللي اختار؟ معلش كافتة لا لا معلش معلش لا جمال علامة اختار ولا ايابة كم اختار ولا معرفة مين اللي ادي له ملف الكورة؟ هو حازم امامي هو اللي نتسأله جبت الراجل ده بنقان على ايه؟ بعدين دي عدلت السماء ده قاد معك اربع سنين على فكرة لا يقاب تاني ده بعد النهاردة لازم يبقى فيه تحقيق الراجل ده بياخد تلتمائة وخمسين الف جنيه وانت مش تلاقي تياكل احنا نضحك على بعض ما ينفعش ده احنا نجيب مدرب من الدرجة التالتة حسن منه انت قذك تلتمائة وخمسين الف جنيه في اليوم في اليوم في اليوم يعني في الشهر اضرب بعد 250 يعملولها في كلام هل تتكلم 200 ألف يورو؟ اوه بياخد لا خليها بالجنيه عشر مليون وكسور صح؟ تمام لما ده ياخد اللي هو ما عندوش اساسيات كرة القدم ممسكش منتخب ياخد المبلغ ده طب امان انتو يعني يا فاروق اكسم بجلالة الله الراجل مش فاهم حاجة في اي حاجة ولا عارف ايه اللي بيحصل النهاردة بلعب محمود حمادة النهاردة بلعب مهند لاشين واخد بالك النهاردة بدء بفتوح اللي هو مفروض عشان يدخله فورمة يبدأ بيه في مطش تنزانيا يبدأ بيه في مطش موزنبيق يبدأ بيه في مطش اللي هو بتاع غانا وبعد كده هيجيب له نفس وحساسية كان هيبقى من اساسيات الفرقة من العمود الاساسي للتيم عندما ده بيعاندنا ياسر براهيم ما يلعبش الشينو هو مصاب بيلعبه ما اللي انت جاي ليه ايه الخوف اللي عندك ده واخد بالك فلا فيه حاجات كتيرة لازم 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 اعادة نظر ولازم الناس دي تتحاسب اتحاد القرى يتحاسب